قادر يكون إنسان جديد من حق وفرصة للحال احتضن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لاحتفالية التي أقامها قطاع الحماية المجتمعية للمفرق عنهم ممن استوفوا شروط العفو تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 297 لعام 2022 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأطحى المبارك قادر يكون إنسان جديد من حق وفرصة للحال شعور جميل أن أنت طالع تحضر العيد مع أهلك وسط أسرتك شعور ليوصى أحب أشكر سلط الرئيس بمنظمة العفو وعيد الأطحى وأنها نعيد مع أهلنا أقول كل سنة وحضرتك طيب ودايما كده مفرح قلبي كل الشعب المصري كله أشكر سلط الرئيس عبدالح السيسي مش بس على العفو لا كمان على الإنجازات الكفير الأول إحنا شفناها في تلفزيون البلد بتتغير مشاريع كتب في كل حاجة في الطرق ككباري كمصانع كل حاجة في البلد تتغير 1270 نزيلا تم الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي وفقا لما أصفرت عنه أعمال اللجان المشكلة لفحص ملفات النزلاء وتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو بعد أن تم تأهيلهم وفقا لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل وتوفير سبل الرعاية المختلفة لهم اجتماعية وتعليمية وصحية ومعيشية وثقافية لضمان عودتهم للمجتمع أفراد صالحين أحب أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحياة الكريمة اللي ما نحهلنا على كل شيء كويس عمله لنا بالنسبة للمركز الإصلاح وتأهيل واد النطرون للنسا حياة كريمة بمعنى الكلمة من كل شيء اتعلمت حرفة يدوية إن شاء الله ما أخرك هعمل مشروع وأشتغل بالحرفة اللي أنا تعلمتها هنا في مركز الإصلاح كل مجالات التصنيع أي حد معاه صنعه بيشتغل وتصنع في مركز إصلاح وتأهيل بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل حاجة حلوة عملهنة وإحنا هنا بنتعامل أحلى معاملة وبنتعلم جوا مركز فيه كل حاجة كويسة طبعاً فيه المركز التبدي على أعلى مستوى فيه فصول نحو أمية لللي عايز يتعلم فيه فصول فيه ورش فيه تعليم مهن فيه الحاجة اللي أنت بتحب تشتغلها برا أنت بتلاقيها وبتشتغلها وبتتعلم مجال جديد لحظات من الفرحة عاشها المفرج عنهم بعد أن فتحت أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل لخروجهم إلى المجتمع سي ما طلحت لنا عيالنا يا رب الله يخليك يا بتاع يا سيسي ما طلحت لنا عيالنا طرحة كبيرة لنا وعزة كبيرة إن هو حيعايد في السنة وفص إخواته وفص أهله وبنشكر سيادة الرئيس على اللي هو عمله معينا وإن هو طلع لنا أولادنا وفرحنا في العيد بيطلوحه وربنا يبرك لنا في الرئيس اللي يطلعوننا في يوم زي دوت يوم عيد يفرح معانا ويعيد معانا أصل الحكاية فكرة أنت فيها وهيبتد المشوار